السلام عليكم و مرحبا بكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير و بصحة جيدة اليوم حبيبتي جبت لكم هذا المقرط الهايل شوفوا الشكل فيه واحد الاضافات رايح ينجح لكم مليار بالمئة يجي بزاف طريق الفيديو اليوم متنوع فيه بزاف حاجات بارت نقول لكم وينراكم وشبيكم ومش كامل شجعوني بليجم حبيتكم ضقتها بتديروا ليجم و اكيد تتبعوا الفيديو للاخير هنا مع الصبح كنت في دارنا هنا في العطلة اكيد داني نبارتاجي معكم هذوك الروتينة اللي صورت لكم وما قدرتش نبارتاجيهم معكم في العطلة احنا شوفوا الجوش حلقان الشباب يما صبحت على اون ماشين دارتها ونشرت الحوايج كما كم تشوفوا مع الصبح هنا يراهي تقريبا ثمانية ونص هكذاك اول حاجة حبيت نبارتاجيها معكم الحوايج اللي كنت شريتهم بزف قلتوا لي بارتاجي معانا وشريتي لهم وليدي صغير شريت له هاد البونطالون في المتقد من عند السي وايكيكي شوفوا لي خصوهم البونطالون هكا تاع جوكينغ غير يروحو كيم بلوزيو كولر وكامل هايلين وشريت له مع هاد البل من عند كيابي في القري وجاء انصام بزف هايل يعني القري معجن جا بزفش باب كيم ما راكم تشوفوا هذا هو الشكل تاعو جاي مقطن دافي يعني تا هاد الوقت بزف هايلة لكاليتي وبنسبة البنتي الكبيرة شريت لها من عند بيمكي هاد جيلة في الغاز كيم ما كنت شوفوا هاد الجيلة تا باكري يعودوا لو تندانس راهم بزف تندانس تلقاوهم في دي بول تلقاوهم هاكا دي جيلة يعني تاع الصغار تاع الكبار بزف راهم يعني الماجازين كامل اللي دخلتهم شوفتهم فيهم هي عجبها هاده في الغاز لكولر اغتاعو صراحة بزف شبه و جاي القصير مشي طويل بزف ضنك تلبسه مع انكول غولي ولا مع شوميزي هاكامل داخلي جي بزف شبه شرعت مع هاده كولغولي جاي في البلونوي رايحيت ماريا معها تخي بيان هاده و الشرعت مشي ناش حاجه كبيره و انا لي شريت هاده البول جاي طويل هاكا شغل سويت طويل كيف كيف سخون تا هاد الوقت تقدرو تلبسو هاكا تحت لفاس ولا بيانه جمبيا هاده هاد الستيل هاكا سباغ منحبش بزف الكلاسيك نميل بزف الستيل هاده ها روحي بزف آله جاي في الفلاكولغ بريك و شريت هاد الابتتغاب تقدر هاده شغل ديمي عمي و الابغرب بصان فاميل ملاند كيابي في البلونوي جاي بزف شبه هادي انا بزف نحبهم للدار يعني سختو هاكا ممشتن البصان بس كدار تكون سخونة و هاد الابغرب كنت شريتها لبنتي صغيرة شيتها لها مقلعة عند هادوك المجازين اللي بيعوه بالميزان انا في الول صراحة كنت حقرتهم ميكي دخلت لقيت عندهم سلعة بزف شبه شوفوا هاد الابغرب بار اكزمبل جايه دافية تيتو تحقشين الفينيسيون تحا ماندي ما نقولكم الكولور بزف عجبتني كمانا نحب الجان دانك عجبتني لا مارك تحا كما تشوفوا هادي مع باليش اسكو عندهم ينمارك واحدة و لا بلوزيور الليسانسيال الحاجة اللي على بالي هي ملابس اوروبية و بزف انتشرت هاد الملابس على الميزان اللي تتبع بالميزان في الاوينة الاخيرة انا هادي عجبتني صراحة تقدر تلبسها في الشتام عليبا و باسكا تجي بزف هيلا تقدر تلبسها في الربع روجة اربع يعني رايح تلبس فيها برك قولوا لي انتم التجربة تحكم مع الحوائج هادوه على الميزان اسكو شريتوا منهم اسكو عجبوكم مع الخسيل اسكو يقعدوا ملاح ولا يروحوا الليسانسيال انا اول مرة نجربهم واكيد بعد ما نخسلها مرة زوج ثلاثة راح نقول لكم ان شاء الله وهنا يراح نبدو ديغك تما في الوصفات تاع المقارات هنا يما مع صبح دخلنا ديغك للكوزينو شوفوا دارت ثلاثة كيلات تاع السميد متوسط دارت سميد سيم سيم معين دارت ثلاثة كيلات كما راكم توقفوا يعني الوصفة بسيطة بزاف و نجحة دارت معها ملعقة صغيرة تاع خميرة الخبز هذا هو السر اللي يخلي المقاروط خفيف وبزاف هايل ويتشرب العسل بيان يعني كيتعسله حيتشرب حتى القلب تاعه دارت زوج ملعقة كبار تاع سكر هنا الكمية و الكيلة راهي كبيرة انتم ما بيانسوا قد صغرت الكيلة راح انت تصغروا السكر داروا غير شوية الخميرات على الخبز كيف كيف داروا نصف ملعقة و بالنسبة اللي دام دارت سمن كما كنت توقفوا كنت توقفوا يعني تزيد الزيت حتى يسيل شوية كما كنت شوفوا هنا الكمية تاع سميد دارتهم بومبي و الكيلة على دم دارتها تخليها حتى تسيل هنا رايحة تبسس المقاروط عادي كما موالفين كامل تديره يجب يتبسس الملح ملح هنا الكمية على السكر اللي ضفناها بش يتحمر يعني ميطولش بزاف الفوق حتى كما قولو تشربوا الكوشة يتحمر بالخف بها داك السكر و الكمية تاع الخميرة خميرة الخبز اللي درناها تخلي المقاروط خفيف وتخليه تشرب لح سلحة الداخل هنا رايحة تبسس فيه ملح ملح و بعد وجدت حبيبتي كيلة تاع المظهر مخلطة مع الماء هنا المظهر يغلب شوية تاع الماء برك نفس الكيلة وتبقى الطرش في المقاروط التاحها بالنسبة لهذا السميد سميد تاع سيم يعني يشرب يشرب الماء يعني قد ما تديرو تخلوه شوية تلقاوها و عاود نشف لذا انتم على حسب نوعية السميد اللي تستعملوها يعني انتم ما تعرفوا السميد تاعكم سكو يشرب ولا لا لا هنا رشات و ملح بهذيك الكيلة كاملة تاع الماء والمظهر كيما قلت لكم حاولوا تغلبوا المظهر بش يجي جيرح المظهر في المقاروط على بلكم هي اللي تعطيها هذيك اللي يبرنا الله الله و اهم حاجة ما تعجنوش البناتها المقاروط يدعجنتوها يجيكم يا بس يعني غير فتلوها كبيتكم هنا خلاتوا روبوزة واحد انكاردو و كي شافتون شف ملح زادت رشاتو في الاخير بكاس تاع الماء شوفوا كاس تاع الماء هنا دايما تفكروا بالكيلة اللي استعملتها ايما كبيرة لو كنتو ماذا صغرتو الكيلة رشو غير بشوية تاع الماء تقريبا واحد فنجال رايح يكون عندكم كافي انتم معينكم ميزانكم المهم تحكموا العجينة في ايدكم قسمة تقدرو تشكلوا كي تشوفوا العجينة تاعكم يعني بدت تتشكل سابون هنا وريتلكم السميت اللي استعملاتو هذا تاع 2 كيلو و هنا الغرس اليوم نديروه بالغرس الغرس وجداتو فوراتو يما دارتلو القرفة دارتلو شوية تاع تازبطو شوية زيت وعجناتو ملح تولى الطريق دارتلو ثاني شوية مظهر و بدت تخدم شوفوا هاد المقرط كي ما قولوه مقرط يومي تقدرو ديروها يعني مشي تاع مناسبة شوفوا الشكل اللي رايح يكون سهل تخدموها في وقت قصير و رايح يكون الشباب شوفوا دارتلو الغرس في الوسط و غلقت طريقة العادية تحاولوا تلمو ملح ملح لالعجينة تاعكم يعني بش ميجي يكمش مشقوق هو الشغم تاع المقرط يجي شوية مشقوق يعني ما عليش إذا تشقق لكم شوية اللي سانسيال ميجيش بزف بزف مشقوق حاولو تسوي و بعد بالموس شوفوا كيفش زيناتو يعني تزين بسيط جدا و بعد قطعتوه بهالطريقة حتى تحبه هنو بشيجيها كاملة كي ما قولوه نفس القيس و قطعتوه هكا يعني جا الشكل تاعو شباب و كي طيب ضكتفو يطيب و يتحمر و يزيد يتعسل يجي في غيمه بزف بزف هايل كيفو الشكل تاعو قد ما كثرتو لداخل الغرس قد ما جاش باب و يجي بنين بيانسيو نزيد نوري لكم مشي هذي برك نزيد نوري لكم واحد اخرى انا عاونتها صراحة هي كانت خدم فوق الارخامة هنا فوق و انا كنت نخدم فوق كانت عندنا خرجة لقدرنا هذي الكمية اللي شوية كبيرة مش تدين فيه و شوية بيانسيو خلينا و شوية جبتو معايا انا كي جيت يعني كمية لابس بيها هذي الكيلة الكبيرة تدين لكم كمية لابس بيها و شوفوا هنا نقرب لكم بشتوفوا شكل تاعو عن قرب يعني يجي شباب بزاف هذي المقارات و الحج المليحة فيه يعني يندر في وقت قصير ما يدلكمش وقت كبير في الشكل تاعو هنا راني انا ندير في هذي الحبيبات فوق فوق العطبل شوفوا تزيين هذك بالموس حاولوا كي تزينوه هم تديروش غير ملفوق ضغطو شوية على الموس يعني لازم يهبط شوية الموس بش الاثر تاعو ما شغل يقعد بس كراح فيه شوية خميره الخبز يعني راح ينتفخ شوية يجي خفيف مهوي من الداخل و بش يحافظ على شكل تاعو و على هذك تزين اللي يدرنا عنه هنا رتبناها كي ما كنتو فوق ملاح في سنوه حاولوا تلسقوا الحبات هكا شوية مع بعضهم متبعدوهم ش بزاف بزاف ندخلوهم للفرن هي طيبات و في فوق هذك تاع الحديد سعادة لابلكم هذو كي طيبو بيان طيبات و ملتحت حتى تتحمر مبعد دارتو ملتحت تحمر من الفق و كما فيه السكر كي ما قلت لكم رايح يتحمر و يجي بزاف هاي اللي شوفو وبالنسبة للتعسل العسلته دي غاكتو موفس نيواقة لي ما نضلش نوسخ حكا في دي غاكتو مفرغت عليه العسل من الباطه ما خلطت مع اهواله العسل هنا يتعسل و كيفي هالخميره رايح يتعسل تمتم 11 دقايق يكون يشرب لعسل حتى الداخل يعني فرغت له العسل وهو سخون ولعسل بارد من العلبة كما قلت لكم خلاتوا تقريبا 1 دي مينوت و بدأت ترفض فيها بالفرشيطة غير بالعقل تصفي فيها ملاح و تحطوه في الكيسة يعني الطريقتات تعسلتها و تجيكم سهلة بزاف حبيتو تعسلو في امبول حطو المقروض تحكم كامل في امبول و هو سخون فرغوه ليه العسل يكون بارد و رايح يتشرب كما قلت لكم في وقت قصير السر تع تعسل حتى الداخل هو هذيك الكمية الصغيرة تا الخميرة اللي يدرنعلو يعني الخميرة حتخليها خفيف من الداخل يتهوى من الداخل يتشرب حتى الداخل و يتشرب في وقت قصير شوفوا اللون تاعو حبيباتي كي تعسل رايح يجي اللون تاعو خير و خير شوفوا يعني نقرب لكم بشتوفوا ملاح يعني اللون تاعو و قولوا لي رايكم فيه بتعليقات اكيد اذا عجبكم اها بتوضوك و ديرو لي جم ما تنسوش اللي جمك و مش كامل تشجعوني حاولوا تشجعوني غير بانجام على بلي بلك متقدروش تكتبوا دي كومنتي او لا بصح ديرو لي غير انجام هكا نعرف باللي فيديو رايح يعجبوكم و نعرف باللي المحتوى رايح يعجبكم و اذا حبيتوا محتوى مختلف محليكم غير تقترحوا ليا اكيد حبيباتي في التعليقات نخليوه هنا واحد دي مينيو كي ما اقول لكم مشي بزاف و نبدأوا انصفوا فيها غير بفرشيطة يعني سهل بزاف غير بفرشيطة ترفضوه تقطروها غير شوية و تحطوه دي غير ماء فليكي ست ولا اسهل يعني مقارط سريع سهل احنا شوفوا تعاوني انا و يمام ممبع ثاعة المقارطة هنا كان واجد و شوفوا الشكل تعاوني النهائي بغيمو اللون و قوام وبنة و التعسال و قتلكم مع السلحة للقلب و نفتح لكم واحدة و تشوفوه هاد الكيلة كبيرة يعني تقسلكم كمية لبس بيها و اذا حبيتوا تجربوا تقدرو تجربوا غير بالكاس يعني كاس ثلاث كيلة ساح السميد و كيلة تعليدام و تنقسوا كمية سكر و نصف ملعقة صغيرة و تحصل و تحصل و احصل و تحصل و تحصل حتى لداخل قلت لكم السر كان فهابك الخميرة إن شاء الله هتجربوه ويعجبكم وإذا جربتوه ماذا بيكم تخليوا لي الصور في الأنستغرام تبعثولي في الأنستغرام اللي دايما نخليه لكم هنا الفق يعني أي واحدة أحبت التواصل معي أقول لكم مرحبا بيكم كامل حبيباتي هذا هو المقروط اللي بارتاجيته معكم اليوم مقروطة تعيمة إن شاء الله تكون عجبتكم هذا الوصفة وضوك نروحو ندوكم معنا كنا خرجنا ندوكم معنا الوحد البلاسة بزف بزف شابة في ولاية تيبازا بالضبط في سيدي راشد رحنا للضريح الملكي الموريطاني ولقبر الرومية اللي جاي في ولاية تيبازا هذ المعلم الوطني اللي بزف بزف شباب ويجهل بزف عائلات أنا صورت لكم غير شوية بيش تدوا فكرة لابلكم كان بزف غاشي مقدرتش نصور ناسيتو ما صورت لكم وش قدرت هكا بش تدوا فكرة بلك شو واحد يحب يروح كش واحدة تتحب تدي ولاية تحب تخرج سوخته كيكون هكا الجو ربيعي ويكون الحال شباب تستشقوا في مال هونقي وشوفوا جاي عالي ومقابل البحر يعني بلاصة بزف شابة صراحة شوفوا هنا صورته لكم شوية من البعد وبعدها قربته لكم بشتوفوه بمليح حنقرب هاد المعلم يعني بغيمو بزف بزف هاي نخليكم حبيباتي مع هاد اللقطات ونقول لكم في الاخير ان شاء الله حتكون عجبتكم لا فيديو تعالي اليوم انا اعذرون يراني شوية مرة يداركم تشوفوا في الصوت التاعي شوية متبدل مع ذرا مرة واحد اخرى ونقول لكم حبيباتي تهلو في روحكم ما تنسوش ليما اشتركتش في القانة تشترك ليما دارت ليش الجم تهبطوك دلي جم قبل ما تخرجوا من الفيديو ونقول لكم نحبكم بزف تهلو في روحكم تلاقو في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة